شاهدي قناة مكتبتي التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 123 سنشتغل على التراكيب نصب الفعل المضارعي إذن أولا سنقرأ ألاحظ وأكتشف إذن سنقرأ الجدول أو جمل الجدولي أقرأ الجمل الآتية ثم أملأ الجدول بما يناسب كما في المثال الجمل أدواته النصبي الفعل المضارع المنصوب إذن سبقنا شنبي أن الفعل المضارع يكون دائما مرفوع الفعل المضارع يكون دائما مرفوعا لكن فكي تنصب إمتى كي تنصب هو اللي غدين شوفونا الجمل يسعدنا يسعدنا أن ننظم مهرجان الزعفران فأداة النصبي هنا هي أن أما الفعل المضارع المنصب فهو ننظم إذن الأصل فيه هو ننظم نحن ننظم الفعل المضارع مرفوع ننظمه ولكن من اللي جاءت قبل منه أن فمبقاش مرفوع تنصب إذن أن هي أداة النصب وننظم الفعل المضارع المنصوب ثم في الجملة الثانية أسست دار الزعفران كي تساعد إذن الفعل المضارع المنصوب هو باللول الأخضر تساعد أما أداة النصب فهي كي كي قلنا تساعد إذن الأصل في الفعل هو تساعد أنت تساعد ولكن من اللي دخلت عليه كي أقول لكي تساعد أنت كي تساعد سأغرس الزعفران ولن أهمل سقيه سأغرس الزعفران ومن هملش سقيه دياله إذن الفعل المضارع المنصوب هو أهميل أهميل إذن لن أهميل أنا أهميل في المضارع أنا أهميل مرفوع ولكن إلا دخلت عليه لن نقول لن أهميل إذن أداة النصب هي لن فلاحظوا أدوات النصب وهي أن لن كي إذا دخلت على الفعل المضارع فكت نصبه أحدد ونمشو الأسئلة أحدد أحدد زمن أو أحدد زمن الأفعال الآتية ننظم نساعد أهمل ونوعها صحيحة أم معتلة إذن زمن هذه الأفعال فهي مصرفة في المضارع إذن نقول هنا المضارع زمن هذه الأفعال المضارع مصرفة في المضارع ونوعها صحيحة أم معتلة باش نعرفوا النوع جيل الفعل كي يخصنا نردوها للماضي نظمة نظمة إذن نظمة إلا كتبنا نظمة فكتلاحظوا بأنها إذن قلنا السؤال الأول زمن الأفعال زمن الأفعال لأن هو المضارع أما نوعها ونوعها نوعها وشنا نديره قلنا نظمة كنردوها للماضي نظمة الفعل الآخر ساعدة تساعد ساعدة والفعل الآخر أهمال أهمال إذن نظمة لا يوجد حرف العلة حرف العلة هي الواو والياء والألف ماشي الهمزة فنظمة فعل صحيح فعل صحيح ساعدة لاحظوا فيه الألف إذن هو معتل فعل معتل أهمال هذا ما أليف ديره الهمزة لاحظوا أهمال إذن صحيح أيضا إذن صحيح معتل صحيح أذكر الأدوات التي دخلت على الأفعال دخلت عليها أن وإذن أدوهم الأدوات التي دخلوا على هذه الأفعال أبرز علامة إعراب كل فعل من الأفعال السالفة إذن أبرز علامة إعراب هذه الأفعال السؤال الثالث علامة إعرابها فهذه الأفعال فهي أفعال مضارعة منصوبة بش منصوبة بأدوات النصب منصوبة إما بأن أو اللبكي أو اللالن وعلامة النصب الفتحة إذن علامة نصبها الفتحة الظاهرة الظاهرة في آخرها الفتحة الظاهرة على آخرها أسمي هذه الأدوات فهذه الأدوات تسمى أدوات نصب أدوات نصب الفعل المضارعي إذن أدوات أدوات نصب الفعل المضارعي أدوات نصب الفعل المضارعي نمر إلى استنتيج ينصب المضارع أو للفعل المضارع إذا سبقته أدات من أدوات النصب أدوات النصب هي من أدوات نصب المضارع أن لن كي وكذلك توجد إذن أن لن إذن كي أن لن إذن إذن كينا إذن وكي نمر إلى التطبيق أضع مكان النقط أداة نصب ثم أشكل آخر الفعل المضارع نضع أداة من أدوة نصب ونشكل الآخر الفعل المضارع بعد أن وصلنا إلى الغابة طلب منا الأستاذ أن نحافظ أو لكي نحافظ كي نحافظ على نظافة المكان ثم أمرنا أمرنا أن نخرج أن نخرج نشكله الأخير أن نخرج مذكراتنا نسجل ما نجمعه من معلومات كي نسجل كي نسجل كي نسجل كي نسجل ما نجمعه من معلومات إذن بعد أن تدخل أدوات النصب على الفعل المضارع فيصبح منصوبا منصوبا وعلى ما تنصبه الفتحة الظاهرة على آخره وركبوا جملتين تتضمنان فعل مضارعا منصوبا إذن سنقوم بإمكان جملتين جوجة الجمل يكون فيها الفعل المضارع منصوب إذن سنقل لن أدوس الجملة اللولة لن لن أدوس ما غاديش نسطم لن أدوس النباتات لن أدوس الجملة اللولة الجملة الثانية الثانية كي كي أنجح كي أنجح أعمل أعمل بجد أن كي أنجح أعمل بجد ثم جملة ثالثة عليك عليك أن تحترم أن تحترم الكبارة عليك أن تحترم الكبارة إذن كي لن دخلت على الفعل المضارع فنصبته كما نلاحظ بهذا نهي تمارين صفحة 23 نلتقي في صفحة 24 كما أذكر بأن بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة من المستوى الرابع التي ستجدون إما أسفل الفيديو في صندوق البصف أو بالرجوع إلى البليليست للقاء